في البصرة افتتح وزير النفط حيان عبدالغني المرحلة الأولى من مشروع معملي تسييل الغاز الطبيعي في حقل رميلة النفطي مشيرا إلى أن المشروع يهدف في هذه المرحلة إلى استثمار الغاز المصاحب بطاقة 200 مليون قدم مكعب قياسي يوميا فضلا عن توفير مزيد من فرص العمل عبدالغني أوضح أنه في نهاية العام الجاري سترتفع طاقة المشروع إلى معدل 400 مليون قدم مكعب قياسي يوميا بعد إضافة 200 مليون قدم مكعب في المرحلة الثانية لافتا إلى أن المشروع يقوم بتجهيز شبكة توليد الكهرباء الوطنية بمعدل 320 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز الجاف لتسهم في توليد 1900 ميجاواط فيما أكد وزير النفط أن مشروع معمل تسييل الغاز الطبيعي في حقل الرميل النفطي سينتج 2150 طن من غاز الطبخ يوميا هذا المشروع عبارة عن كل وحدة من هذه الوحدات تعالج 200 مليون قدم مكعب من الغاز هذه الكمية من الغاز سوف يتم الاستفادة منها واستثمارها استثمار أنفل من خلال انتاج الغاز الجاف الذي يذهب لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية وانتاج الغاز السائل بطاقة تزيد على الألف طن يوميا من هذه الوحدة فقط وكذلك انتاج المكثفات التي هي عبارة عن سوائل خفيفة تدخل في كثير من الصناعات التحويلية كصناعة الأصباغ وغيرها بطاقة 5900 برميل يوميا هذا اليوم نحن في 31 خمسة دشنا واستطعنا من افتتاح المرحلة الأولى هناك مرحلة ثانية أيضا سيتم افتتاحها مع نهاية هذا العام